مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أرحب بكم طلاب العزاء طلاب الصف الثاني عشر مسار أدبي ومع درس جديد من دروس مدد التاريخ طلاب العزاء تحدثنا في الدرس الماضي عن العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وعلمنا أن هذه الدول الثلاث إسرائيل وفرنسا وبريطانيا قامت بالعدوان على مصر وشنت هذا العدوان على منطقة قناة السويس وتمكنت إسرائيل من دخول غزة وشبه جزيرة سيناء ثم رأينا طلاب العزاء موقف العرب من العدوان الثلاثي على مصر وهو كان المناصرة لمصر ضد هذا العدوان حيث عقدت القمة العربية في لبنان واتفق الرؤساء العرب على مناصرة مصر ضد العدوان الثلاثي وأكدوا على اللجوء إلى حق الدفاع المشروع عن النفس وأعلنت كذلك بعض الدول العربية وضع مواردها المالية والعسكرية لصالح مصر ثم رأينا كذلك موقف أمريكا والاتحاد السوفيتي من العدوان الثلاثي حيث كان الضغط الوقفي هذا العدوان فاستجابت وانسحبت القوات البريطانية والقوات الفرنسية في الثاني والعشرين من ديسمبر عام 1956 وكذلك أكملت القوات الإسرائيلية انسحابها في الثالث من مارس عام 1957 ولكن أصبح لها أي لإسرائيل حق الملاحة في خليج العقبة وقناة السويس ثم تحدثنا أحباء الطلاب عن منظمة التحرير الفلسطينية وعلمنا أن هذه المنظمة هي عبارة عن كيان فلسطيني يعبر عن إرادة شعب فلسطين ويطالب بحقوقه لتمكينه من تحرير أرضه وتقرير مصيره وعلمنا أن هذه المنظمة نشأت أو تأسست في عام 1964 في عقاب عقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس الشرقية وأن سبب نشأتها كان يرجع لقرار مؤتمر القمة العربية الذي عقد في القاهرة في يناير من عام 1964 وكان أول رئيس لهذه المنظمة هو السيد أحمد الشقيري أما عن درس اليوم أحباء الطلاب فمن خلال هاتين الخريطتين نستطيع أن نستنتج عنوان درس اليوم فهذه الخرائط تشير إلى عدوان 1967 على الدول العربية حيث سنشرح في هذا الدرس أسباب هذا العدوان وكذلك مراحل هذا العدوان ونتائج هذا العدوان إذن عنوان درسنا لهذا اليوم سيكون كالتالي أحباء الطلاب القضية الفلسطينية من عام 1948 وتطوراتها المعاصرة الجزء الرابع وكما تعودنا أحباء الطلاب سنعرض لدرس اليوم من خلال مجموعة من الأهداف حيث يتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادرا على أن أولا يفسر قيام حرب يونيو عام 1967 ثانيا يوضح أحداث حرب يونيو عام 1967 ثالثا يعدد نتائج حرب يونيو عام 1967 رابعا يذكر نصوص قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 تستطيع عزيز الطالب أن تتابع معي هذا الدرس من خلال كتابك المدرسي صفحات 51 و53 الآن مع الهدف الأول أحباء الطلاب وهو أسباب قيام حرب يونيو عام 1967 تابع معي هذا الفيديو عزيز الطالب لنستنتج من خلاله أسباب قيام هذه الحرب في الخامس من حزيران عام 1967 شنت إسرائيل حربا على الجزء المتبقي من فلسطين إضافة إلى أجزاء من مصر وسوريا والأردن ودمر الكيان الصيوني جزءا كبيرا من العتاد العسكري العربي حيث قام بقصف الطائرات المصرية وهي في مطاراتها نتائج الحرب خلال ستة أيام احتلت إسرائيل كل فلسطين بل واحتلت مناطق جديدة من الدول العربية المجاورة حتى أصبحت مساحة إسرائيل ثلاثة أضعاف ما كانت عليه فقد احتلت الضفة الغربية التي كانت تحت سيطرة وإدارة القوات الأردنية واحتلت قطاع غزة الذي كان تحت سيطرة وإدارة القوات المصرية واحتلت سيناء من مصر واحتلت مرتفعات الجولان من سوريا واحتلت مزارع شبعة من لبنان بل واحتلت أراض أخرى مثل جزيرتي صنافير وتيران ومن نتائج الحرب استشهاد عشرات الآلاف ومثلهم من الجرحة وكذلك أسر قرابة الخمسة آلاف كما أجبرت الهزيمة أكثر من نصف مليون عربي على الهجرة من دياره ونتج عن الحرب ازدياد عدد النازحين مع بقاء الكثير من الفلسطينيين في ديارهم في الضفة الغربية وقطاع غزة ولكنهم يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الإسرائيلية المستوطنات ومنذ ذلك الوقت بدأ اليهود ببناء المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان والمستوطنات عبارة عن وحدات سكنية ومجتمعات يهودية إسرائيلية مقامة على الأراضي المحتلة عام 67 ومن نتائج الحرب احتلال المسجد الأقصى في شرقي القدس وإحكام السيطرة بالكامل على مدينة القدس حيث كثفت إسرائيل بناء المستوطنات فيها حتى تصبح القدس مليئة باليهود وفي عام ثمانين وعام واحد وثمانين أصدرت إسرائيل قوانين تعتبر أراضي الجولان وشرقي القدس جزءا رسميا من دولة إسرائيل مصطلح الأراضي المحتلة مع أن العدو الصهيوني قام باحتلال ثمانية وسبعين بالمائة من فلسطين عام ثمانية وأربعين أي أنها أراضي محتلة لكن الإعلام والمجتمع الدولي يستخدم مصطلح الأراضي المحتلة ليشير إلى الأراضي التي احتلها العدو عام سبعة وستين فنشأ مصطلح الأراضي المحتلة ليدل على هذه المناطق الأربعة الضفة الغربية قطاع غزة أراضي الجولان سيناء إلا أن مصر قامت بتوقيع معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني عام تسعة وسبعين فاعترفت مصر بدولة اسمها إسرائيل وبالمقابل أعادت إسرائيل سيناء إلى مصر ولكن بشروط مجحفة منقوصة السيادة سمى الإعلام العربي هذه الحرب بنكسة سبعة وستين على أمل أن تلحقها نهضة ولكن تبين أنها نكبة أخرى فبعد أن كان الحكام العرب يطالبون بتحرير الأراضي التي احتلها العدو عام ثمانية واربعين أصبحوا يفاوضون إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام سبعة وستين أما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فأصدر القرار رقم اثنين أربعة اثنين القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام سبعة وستين ولم ينفذ القرار حتى يومنا هذا بعد أن شاهدنا الفيديو سويا عزيز الطالب قم بفتح كتابك المدرسي صفحة 51 لنقوم بحل هذه الأسلة حيث من خلال الفيديو علمنا أن إسرائيل لم تتخلى يوما عن أطماعها في الأراضي العربية بعد فشل عدوان 1956 وسعت لتحقيق ذلك بالهجوم على مصر وسوريا والأردن ووجهت ضربتها الجوية المفاجئة لسلاح الطيران المصري في الخامس من يونيو عام 1967 أما عن الأسئلة فالسؤال الأول يقول ما الأسباب التي دعت إسرائيل لعدوان جديد على العرب من خلال هذه الفقرة ومن خلال الفيديو نستطيع أن نقول أن هذه الأسباب تتلخص في أطماع إسرائيل في البلاد العربية أما السؤال الثاني فيقول وضح العلاقة بين حرب عام 1967 والقضية الفلسطينية ما العلاقة بين الاثنين نستطيع أن نقول أن هذه علاقة ترابط حيث كانت حرب 1967 جزء من القضية الفلسطينية أما السؤال الثالث عزيز الطالب فيقول ما الفرق بين وضع القدس قبل حرب 1967 وبعدها سنجد أن القدس قبل حرب 1967 كانت تحت سيطرة الفلسطينيين أما بعد هذه الحرب أصبحت تحت سيطرة اليهود إلى يومنا هذا إذن أحباء الطلاب نستطيع أن نجمل أن أسباب حرب يونيو عام 1967 تتلخص في التالي أولا تحقيق أطماع إسرائيل في التوسع والاستيلاء على الأراضي العربية ثانيا التهديدات الإسرائيلية بضرب سوريا والتي أدت إلى طلب سوريا من مصر مساعدتها طبقا لاتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بينهما في نغمبر من عام 1966 أما السبب الثالث فيتلخص في إعلان مصر مساندتها لسوريا وإغلاق خليج العقبة أمام ملاحة إسرائيل في 22 مايو عام 1967 ومن خلال هذا الهدف ومن خلال هذا الدرس عزيز الطالب نستطيع أن نؤكد على قيمتنا لدرس اليوم ألا وهي التعاون والمساعدة أحرص على مساندة ومساعدة المجتمعات العربية وقت الأزمات مصداقا وتطبيقا لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا التعاونوا على الإثن والعدوان وصلنا لنشاط طرح الأسئلة المتعلق بالهدف الأول أحباء الطلاب والسؤال الأول فيه يقول أغلقت مصر في مايو عام 1967 خليج العقبة أمام الملاحة هل البريطانية أم الفرنسية أم الإسرائيلية برافو عليك هي الإسرائيلية السؤال الثاني يقول ماذا ترتب على تهديدات إسرائيل بضرب سوريا؟ ما النتائج التي ترتبت على تهديدات إسرائيل بضرب سوريا؟ ترتب على ذلك أن طلبت سوريا من مصر مساعدتها طبقا لاتفاقية الدفاع المشترك بينهما؟ السؤال الثالث ما العلاقة بين اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر وسوريا وحرب يونيو عام 1967؟ أتوقع أن تكون إجابتك كالتالي عزيز الطالب أن أدى التزام مصر بالاتفاقية وإغلاق خليج العقبة في وجه إسرائيل لقيام حرب يونيو عام 1967 أما عن سؤال التقويم البنائي فالسؤال يقول بما تفسر قيام حرب يونيو عام 1967 وأجملنا الأسباب في التالي أن أولا تحقيق أطماع إسرائيل في التوسع والاستلاء على الأراضي العربية ثانيا التهديدات الإسرائيلية بضرب سوريا ثالثا إغلاق مصر خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية الآن مع الهدف الثاني أحباء الطلاب ألا وهو أحداث حرب يونيو عام 1967 ومن خلال هذه الصور التي أمامك سنعرف أن إسرائيل قامت بتدمير طيران ثلاث جيوش عربية أو ثلاث دول عربية ألا وهي مصر والأردن وسوريا بدأت أحداث الحرب أحباء الطلاب بأن قامت إسرائيل بتدمير معظم الطيران المصري والسوري والأردني وبذلك فقدت معظم الجيوش العربية غطاءها الجوي وأصبحت القوات البرية لهذه الجيوش فريسة لطيران العدو مما أدى أيضا لغزو إسرائيل للضفة الغربية لنهر الأردن والقدس الشرقية وكذلك دخول جنودها حرم المسجد الأقصى وأخيرا دخلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء وهضبت القولان السورية عزيز الطالب في كتابك المدرسي صفحة 52 لاحظ الخريطة التي أمامك لعدوان عام 1967 ثم حدد في الجدوى للتالي أولا نتائج الحرب والمناطق التي احتلت بعد الحرب في مصر سنجد شبه جزيرة سيناء في سوريا رابو عليك سنجد غضبة الجولان في فلسطين سنجد الضفة الغربية وخطاع غزة أما عن السؤال الثاني المتعلق بنفس الخريطة عزيز الطالب فيقول ناقش أسباب هزيمة العرب في عدوان يونيو عام 1967 نستطيع أن نلخص هذه الأسباب في التالي أولا مطالبة مصر بسحب قوات الأمم المتحدة من سيناء ثانيا إغلاق مصر مضيق تيران في وجه إسرائيل ثالثا جهود التسلح في مصر وسوريا وإلى نشاط طرح الأسئلة المتعلق بالهدف الثاني أحباء الطلاب والسؤال الأول يقول من المناطق التي احتلتها إسرائيل في سوريا أثناء عدوان 1967 هل دمشق أم هضبت الجولان أم حلب براو عليك هضبت الجولان السؤال الثاني ما الجيوش التي ضمرت إسرائيل سلاحها الجوي أثناء عدوان 1967 براو عليك أتوقع أن تكون إجابتك هي مصر والأردن وسوريا السؤال الثالث ما الفرق بين وضع القدس قبل حرب 1967 وبعدها سنجد أن وضع القدس قبل حرب 1967 1967 كانت تحت السيطرة الفلسطينية أما بعدها فقد أصبحت تحت سيطرة اليهود إلى يومنا هذا الآن إلى سؤال التقويم البنائي عزيز الطالب والسؤال يقول وضح أحداث حرب يونيو عام 1967 سنجد أن هذه الحرب مرت بمجموعة من الأحداث أهمها أولا تدمير إسرائيل لمعظم الطيران المصري والسوري والأردني وكذلك غزو إسرائيل للضفة الغربية لنهر الأردن والقدس الشرقية وكذلك أيضا غزو إسرائيل لشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان السورية الآن مع الهدف الثالث أحباء الطلاب ألا وهو نتائج حرب يونيو عام 1967 عزيز الطالب شاهد معي هذا الفيديو لنستنتج من خلاله نتائج هذه الحرب حتى بعد إعلان قيام إسرائيل واستيلائها على 78% من أرض فلسطين استمرت المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال كما شهدت الحدود العربية الإسرائيلية مناوشات وتطورات بلغت ذروتها عندما قررت إسرائيل الهجوم على دول الطوق في آن واحد وبالتحديد في الخامس من حزيران من عام 67 هاجمت إسرائيل مطارات عسكرية عربية فدمرت أكثر من 400 طائرة عسكرية كان معظمها جاثما على الأرض إن هزمت الجيوش العربية التي قدر عددها ب547 ألفا على أرضها هذه الدول التي شاركت في الحرب أما هذه الدول التي ساندتها وتكبدت هذه الدول خسائر فادحة كما نشاهد هنا مقارنة بما تكبدته إسرائيل وبذلك تضعف حجم إسرائيل إلى ثلاثة أضعاف إذ احتلت الضفة الغربية والقدسة الشرقية التي كانت تحت السيادة الأردنية وقطاع غزة الذي كان تحت السيادة المصرية وكذلك استولت على سيناء في مصر والجولان في سوريا وأراضي في شرق الأردن وجنوب لبنان ليصبح مجموع ما تسيطر عليه إسرائيل مع نهاية تلك الحرب حوالي 70 ألف كيلو متر مربع هذه الهزيمة أدت إلى تهجير قرابة نصف مليون عربي معظمهم من الفلسطينيين وقتل وأسر الآلاف من نتائج هذه الحرب أيضا ضم القدس وانتشار الاستيطان الآن بعد 49 عاما من النكسة تم توطين حوالي نصف مليون إسرائيلي على مساحة أراضي الضفة الغربية البالغة حوالي 6000 كيلو متر مربع وتشكل حوالي 22% من المساحة الإجمالية لأرض فلسطين التاريخية حرب اتخذت أسماء عدة حرب حزيران حرب الأيام الستة والنكسة أحباء الطلاب من خلال مشاهدتنا للفيديو السابق نستطيع أن نستنتج أن نتائج هذه الحرب تمثلت فيه أولا استلاء إسرائيل على أراضي من ثلاث دول عربية ثانيا احتلال إسرائيل لمدينة القدس وكذلك تشريد آلاف الفلسطينيين من أراضيهم وأيضا ظهور المقاومة الفلسطينية وتنظيمها متمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية وأيضا عقد مؤتمر قمة عربية في الخرطوم لتوحيد الصف العربي ضد الاحتلال الإسرائيلي أما عن نشاط طرح الأسئلة المتعلق بالهدف الثالث أحباء الطلاب فالسؤال الأول فيه يقول من نتائج حرب يونيو عام 1967 احتلال إسرائيل لمدينة هل عكة أم حيفة أم القدس برافو عليك يا القدس السؤال الثاني ما نتائج حرب يونيو عام 1967 سنجد أنها أولا استلاء إسرائيل على أراضي من ثلاث دول عربية ثانيا تشريد آلاف الفلسطينيين من أراضيهم ثالثا ظهور المقاومة الفلسطينية وتنظيمها السؤال الثالث ما العلاقة بين حرب 1967 والقضية الفلسطينية سنجد أن هذه العلاقة نسميها علاقة ترابط حيث كانت حرب 1967 جزء من القضية الفلسطينية أما عن سؤال التقويم البنائي فالسؤال يقول ما نتائج حرب يونيو عام 1967 سنجد أن هذه النتائج قد ذكرناها سلفا ألا وهي استلاء إسرائيل على أراضي من ثلاث دول عربية تشريد آلاف الفلسطينيين من أراضيهم وكذلك ظهور المقاومة الفلسطينية وتنظيمها وصلنا للهدف الرابع أحباء الطلاب المتعلق بنصوص قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 عزيز الطالب من خلال متابعتك في كتابك المدرسي صفحة 53 وكذلك هذا النص المعروض أمامك سنستطيع أن نستنتج أن أهم نصوص هذا القرار تتمثل في التالي لو تابعنا أحباء الطلاب سنجد أن موقف مجلس الأمن من عدوان 1967 1967 تمثل في إصدار هذا المجلس لقرار رقم 242 لنفس العام والذي نص على أولا رفض الاستحواذ على أرض نتيجة الحرب ثانيا إنهاء حالة الحرب والاعتراف بالسيادة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دول المنطقة ثالثا حرية الملاحة في الممرات الدولية وحل مشكلة اللاجئين رابعا الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة وسنجد أن هذا القرار أحباء الطلاب قد وافقت عليه مصر ورفضته إسرائيل بل وقامت بإنشاء عدة مستوطنات على الأراضي المحتلة الآن وصلنا لنشاط طرح الأسئلة المتعلق بالهدف الرابع أحباء الطلاب والسؤال الأول فيه يقول تمثل موقف مجلس الأمن من عدوان يونيو عام 1967 في قرار هل ثلاثمائة وثمانية وثلاثون أم مئتان واثنان وأربعون أم ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون برابع عليك مئتان واثنان وأربعون السؤال الثاني يقول وضح موقف كل من مصر وإسرائيل من قرار رقم مئتان واثنان وأربعون سنجد أن مصر وافقت على القرار أما إسرائيل فقد رفضت هذا القرار ولم تلتزم به حتى يوم الناس هذا السؤال الثالث يقول صنف بنود قرار رقم مئتان واثنان وأربعون بالنسبة للعرب وإسرائيل أي ما هي البنود التي في صالح العرب وما هي البنود التي في صالح إسرائيل من وجهة نظرك سنجد أن العرب البنود التي في صالحهم رفض الاستحواذ على أرض النتيجة الحرب وكذلك إنهاء حالة الحرب أما البنود التي في صالح إسرائيل فكانت تتمثل في حرية الملاحة في الممرات الدولية وكذلك الاعتراف بالسيادة الإقليمية لكل دول المنطقة وبهذا يعترف هذا القرار بشرعية إسرائيل أبو وجود إسرائيل على الأراضي التي احتلتها أما عن سؤال التقويم البنائي أحباء الطلاب فالسؤال يقول أذكر نصوص قرار مجلس الأمن رقم مئتان واثنان وأربعون لعام الف وتسعمائة وسبعة وستون سنجد أن النصوص تمثلت في رفض الاستحواذ على أرض النتيجات الحرب وكذلك إنهاء حالة الحرب وأيضا حرية الملاحة في الممرات الدولية وحل مشكلة اللاجئين وأخيرا الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة أحباء الطلاب وصلنا لنهاية الدرس اليوم تحدثنا فيه عن مجموعة من النقاط المهمة أولا أسباب قيام حرب يونيو عام 1967 ثانيا أحداث حرب يونيو عام 1967 ثالثا نتائج حرب يونيو عام 1967 رابعا نصوص قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 عزيز الطالب قم بحل الواجب الإلكتروني المتعلق بهذا الدرس ارجع لنا على المنتدى والحلقات النقاشية لو عندك أي سؤال أو استفسار وأخيرا أتمنى لكم التوفيق والسداد والرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته